همس شغلات جديدة من التك وشغلة أخرى ضفتها وياها جاية لأرك موبايل وراح تجربونا كلكم ولكن قبل الآن بلش خلونا نصالح لحبيب محمد الله مبصر وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحب أجمعين وذكروا الله ونقول بسم الله لا تنسونا من اللايك والاشتراك يلا لاتس جو اول شغلة طبعا قلت استفتحها وياكم اللي هو الإقلايدر طبعا ما راح يطير مسافة بعيدة يعني ممثل المودات يطير مسافة بعيدة اللي إذا شيتت من مكان عالي ولكن هذا الإقلايدر إقلايدر اعتيادي يعني ما للمود بس يتسوي يطير ياخذك لبعيد هذا لا ينزلك فإذا شفتوني من شيئت من هذا المكان العالي طرت لي مكان بعيد هذا حيكون متواجد من أول ما تنزل اللعبة والسبب أنه هذا الإقلايدر راح يكون موجود في ماب أبريشن يعني هذا الإقلايدر مال ماب أبريشن ولكن بما أنه الخراط كلها نازلة فإنقرامز ماته موجود وتقدر تصنعه إذا كان الإنقرامز ماته موجود مع الباقي الخراط تقدر تصنعه ولا إذا لا لا ما تقدر تصنعه إلا بالخريطة ماته فهذا عندنا أول شغلة من الشغلات اللي راح نذكرها اليوم أوكوكومو شغلات أوكي على مود لا يحتر اللاعب خلوني أشوفكم شغل اللخ ولكن ما راح يجي مع الماب الأول اللي هو ماب خريطة The Island هذا راح يجي مع Genesis 2 يعني مثل ما قال أو Genesis 1 أو 2 راح يكون موجودين وهذا أيضا راح يكون موجود وياهم بس والله متع القيادة مال هذا ترى شوفوه ديام بل ها طبعا راح يكون بيها مهمات أيضا مال جينيسيس أنا ليش متحمس إلى Genesis أكثر من باقي المابات طبعا متحمس لكل المابات تنجربها على الموبايل صراحة لأنه إحنا موق موبايل ملينا من عندها على ماب The Island ولكن أوكي ماب The Island أيضا متحمسي له لسبب خلينا نتحمس للي هو البوس أنه نجمع داينوات ونقاتل بيها البوس فهذا أيضا جينيسيس متحمس لعلى مود نبلش بالمهمات مالاته فهذا الشغلة الأولى عفونا من القلايدر يعتبر رقم واحد لا نخلي نعتبر هذا رقم واحد من الشغلات الجديدة والتيك اللي راح تجي للعبة أرك موبايل الجديدة طبعا شغلة أخرى اللي هو هذا الـ ATV هذا الـ ATV تشوفون يعني هو مقلج حاليا بس مرات يبين شكله بالكامل مادري ليش مقلج هنا يا آه شفتو شوفون عبارة عن سيارتك مادري ليش حاولت أني أسوقه شوفو يشتغل بس شو حتى يدوك هورن بس ما أدري شلون أقدر أسوقه مادري يعني شو نزل مني ما ما أدري شلون أسوق أعتقد أخلي له قازولين يمكن مالله مادري المشكلة ما ينفتح الانفنتوري ماله شوفون كامل صار شوفون ما ينفتح الانفنتوري ماله أوبشن شو كابستي مادري شنوه مادري درايف فليب ايقلبة هو المفروض يعني نقدر نسوقه بس مادري يعني ليش ما أقدر أسوقه بي بي قليتش في أرك نيتندو إن شاء الله هذا القليتش ما نواجه بالموبايل ولكن لازم إلى طريقة يعني عدنا الشغلة الأخرى يعتبر من المركبات هاي اللي حاولت أني أرسبنه ما يترسبن هو مالجينيسيس ما أدري أكو شغلات مالجينيسيس أقدر أرسبنه أو أكو شغلات لا اللي هو التك هوفر سكيف هذا التك هوفر سكيف طبعا حاولت أني أرسبنه مثل ما قلت لكم بس ما يترسبن مادري وين هسي أصلا حتى ما صنعه هذا التك هوفر سكيف يعتبر مثل طيارة مركبة خليلكم الفيديو مادة ومثل ما تشوفون قدامكم هاي المركبة تك هوفر سكيف اللي يعني تعتبر مثل سفينة ولكن تقدر تطير بيها وعدها يعني سرعة وهاي الشغلات يعني ما أدري هل إذا تقدر تبني بأطرافه يعني تسوي مركبة كبيرة مثل الرافت إنك تبني وتوسعه ولكن هذا أيضا من الشغلات الأسطورية اللي راح تجي وهذا من الجينيسيس بارت ون راح يجي وجينيسيس بارت ون بها شغلات جدا أسطورية راح يجي وياها حوفونا من التك هوفر سكيف خلونا ننتقل إلى شغلة رابعة جدا أسطورية قادمة لأرك موبايل أعتقد من خريطة اكستنشن الشغلة هي الميك شوفوا رايح على الميك شوفوا رايح على الميك شوفوا يعني أنت قوة تتحارش قوة تتحارش يعني قوة تتحارش يبلع يلا عاد 700 ضربة السيف أوكي طبعا الميك راح يجي في ماب اكستنشن تعرفون بعدين تجمع الميكات البقية واعتقد تقدر تصنع هذا شنوه بعدين تصنع الميك فهذا الميك الأسطوري اللي راح يجي لأرك موبايل وتخيلوا أن الحروب البي في بي راح يصير بيها ميك أيضا يعني شي جدا أسطوري أيضا عدنا هاي شو أبلع شو أبلع هاي الله كتله يب تب intenتك gagn thanks أنا والله مانتبهت له أبعيد الارقام كلش كانت شو شو تعالو ابلعو أو 300 ضربة دائم خلونا أن نشوفكم بشغلات الإضافية لل Meng ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة